أهلا بكم يستمر الشباب الكويتي بتسجيل الإنجازات في مختلف المجالات وآخرها مجال الرماية حيث تمكن أبطال الكويت من تحقيق مراكز متقدمة في بطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعا المقامة في إيطاليا بميداليتين واحدة ذهبية وأخرى في الضية هلت بشائر انتصارات أبطال وبطالة الرماية الدولية مع تواصل بطولة سمو الأمير للرماية التي تحتضنها ساحة أمبريا فيرد الإيطالية لتصل إلى ختام مسابقة الرماية على الأتباق مسابقة من المسابقات الرئيسية الهامة للعبة وواصل الأبطال الكويتيون خوض المنافسات بعزيمة وحماس من أجل الظفر بالجوائز والميداليات وخصوصا أن الفريق الكويتي يحتفظ في سجله برصيد غني من التمييز في البطولات القرية هذه بطولة غالية علينا بطولة سيلي حضرة صاحب السمو من البلاد والحمد لله ما طلعت من الكويت ورح تبغى بالكويت إن شاء الله طبعا هذه استعداد حق بطولة الأسياد اللي في أندونيسيا وبطولة العالم اللي في كوريا وإن شاء الله خير بإذن الله وبالفعل تمكن البطل عبد الرحمن فيحان من الفوز بالميدالية الذهبية لمسابقة الرماية على الأطباق للرجال من بين عشرين متنافسا من مختلف دول العالم وحقق البطل الكويتي هذا الإنجاز ليتفوق بجدارة واستحقاق على منافسيه وأنابت البطل سر الأحوال ضمن البطلات الكويتيات المشاركات في الكأس في إحراز أول ميدالية في مسابقة السيدات ونالت الميدالية الفضية لمسابقة الرماية على الأطباق للسيدات بين ست منافسات على الميداليات والمركز الأولى بعد اجتياز البطل عبد الرحمن الفيحان والبطل سر الأحوال لمراحل التصفيات التمهيدية التي بدأت مع بداية البطولة يوم السبت بمشاركة عشرات الأبطال والبطلات من عديد الدول طبعا المنافسة حلحة قوية مثل ما أنت شايف معنا كلهم أبطال عالم كلنا تونوا ونكنا بكوريا فكلهم يو على طول هنا عسكروا معنا بس الحمد لله وفقني فيها وطبعا هذا بعد تدريب ومعسكرات كثيفة مشاركة الفريق الكويتي في كاس سمو الأمير ستمكن اللاعبين من الاستعداد الجيد لبطالة أسيا للرماية التي أتمنى أن نحظى بالمشاركة فيها كذلك هناك استعدادات لبطولة العالم وفي جميع الأحوال الفريق الكويتي الذي يشارك للمرة الرابعة في بطولة سمو الأمير للرماية بإيطاليا ويضم 31 راميا وراميا ما تزال أمامه جولات تنفسية أخرى حتى الأحد القادم وهو منتخب يحظى بتقدير واحترام لدى المشاركين والمنظمين على السواء جيد أن يلتقي أبطال العالم لعبة الرماية في إيطاليا للتعلم من بعضهم وللمنافسة أيضا بطولة مكنتني من الالتقاء بأصدقاء من الكويتي جمعتني معهم منافسات وبطولات عالمية في السابق بطولة كأسمو الأمير الدولي للرماية في إيطاليا تبوأت مكانها كأحدى البطولة الرئيسية للعبة يحرص جميع الأبطال على المشاركة فيها باعتبارها بوابة استهلالية لبطولة العالم والأولمبياد بقسم بكار تلفزيون دولة الكويت من مدينة تودي الإيطالية